السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة لجميع المشاهدين والمشاهدات كنتم من تكونوا بخير وعلى خير في أفضل أحوال ديركم إن شاء الله مرحبا بكم معنا على قناة فيلسوفيا النجاح في هذا الفيديو سنتحدث عن درس جديد أو مفهوم جديد من مفاهيم مزوئة السياسة وهو مفهوم الحق والعدالة تعرفنا في الفيديو السابق على المفهوم الأول وهو مفهوم الدولة المفهوم الثاني هو مفهوم الحق والعدالة المفهوم الثالث الذي سيكون موضوع حصتنا القادمة هو مفهوم العنف رأينا بالنسبة لمحاور مفهوم الدولة على النحو التالي المحور الأول هو مشروعية الدولة وغايتها والمحور الثاني هو طبيعة السلطة السياسية والمحور الثالث هو الدولة بين الحقي والعنف محاور مفهوم الحق والعدالة هي على النحو التالي المحور الأول هو الحق بين الطبيعي والوضعي المحور الثاني العدالة كأساس للحق والمحور الثالث هو العدالة بين الإنصاف والمساواة أما بالنسبة للمفهوم الثالث وهو مفهوم العنف محاوره على النحو التالي محور الأول أشكال العنف المحور الثاني العنف في التاريخ المحور الثالث العنف والمشروعية كتوضيح فقط بالنسبة للشعب العلمية لديهم مفهومين فقط اللي هما مفهوم الدولة ومفهوم الحق والعدالة أما بالنسبة للشعب الأدبية لديها ثلاثة مفاهيم وهي الدولة، الحق والعدالة ثم مفهوم العنف لنبدأ على بركة الله مع المفهوم الثاني وهو مفهوم الحق والعدالة تقديم عام إذا كان مفهوم العدالة صفة لما هو عادل حيث يحتوي على معاني متعددة كالفضيلة الأخلاقية والتصرف وفق القوانين والتشريعات مما يجعل العدالة ترتبط بالمؤسسات القانونية والتشريعية التي تنظم العلاقات بين الأفراد كما يرتبط بالقيام الأخلاقية فإن مفهوم الحق متعدد الدلالات حسب المجال الذي تستخدم فيه ففي المجال المعرفي المنطقي يفيد الحق الحقيقة واليقين والاستدلال السليم أما في المجال الأخلاقي فإنه يفيد العدالة والمساواة والإنصاف فمفهوم الحق يشير إلى قيم أخلاقية مثلاء مثل العدالة والإنصاف الحرية والجزاء ويدل من حيث أصله اللاتيني يعني أن مفهوم الحق هو في الأصل اللاتيني يعني كل ما هو مستقيم لعوي جاجا فيه لدغوة كما يدل على القواعد العقلية التي توجه تصرفات الإنسان في علاقته بذاته وبغيره بينما تعني العدالة الإنصاف والتساوي والمساواة كما تعني الخضوع لسلطة القانون مع احترام كرامة كل فرد إذن حاولنا أن نبين دلالة ومعنى مفهوم العدالة ودلالة ومفهوم الحق على أن قضي مفهوم الحق الإلهي الذي ساد في أوروبا في القرون الوسطى وهو حق يستمد مشروعيته من النصوص الدينية المقدسة بنى فلاسفة الأنوار مفهوم الحق على أساس بشري الحق الإلهي تبنى على النصوص الدينية ومفهوم الحق عند فلاسفة الأنوار تبنى على أساس بشري مصدره الإنسان إلا أنهم اختلفوا يعني فلاسفة الأنوار اختلفوا حول أساس هذا الحق فهناك من ذهب إلى القول بأن أساسه طبيعي الذي يرتكز على القوة الجسمية ذهب البعض الآخر إلى أن أساسه تقافي مبني على التعاقد والاتفاق إضافة إلى علاقة الحق بالحرية من جهة وبالعدالة من جهة أخرى هذه العدالة تكون منصفة عندما تلتزم بمبدأ المساواة لكنها تكون منصفة كذلك حين تراعي التمايزات يعني لا مساواة بين الأشخاص إذن فهذين المفهومين يعني مفهومي الحق والعدالة يتيران في مجالي الفلسفة عدة إشكالات يمكن بلورتها في التساؤلات التالية ما الحق وما أساسه وما هو الفرق بين الحق الطبيعي والحق الوضعي وما هي علاقة العدالة بالحق وأيهما أساس الآخر وهل تتأسس العدالة على المساواة أم على الإنصة إذن بناء على ما سبق يمكن القول بأن هذا المفهوم يتناول ثلاثة محاور أساسية وهي عن نحو التالي المحور الأول الحق بين الطبيعي والوضعي المحور التالي العدالة كأساس لحق والمحور التالت هو العدالة بين الإنصاف والمساواة لنبدأ مع المحور الأول وهو المعنوان بالحق بين الطبيعي والوضعي سنحاول أن نجيب عن التساؤلات التالية ما هو الفرق بين الحق الطبيعي والحق الوضعي وعلى أي أساس يقوم الحق هل يقوم على ما هو طبيعي أم على ما هو وضعي سنجيب عن هذه التساؤلات من خلال التصورات الفلسفية موجودة أمامنا فطوماس هوبس يميز بين الحق الطبيعي والقانون الطبيعي فالأول يعني الحق الطبيعي يقوم على الحرية المطلقة يعني الحق الطبيعي يتميز بالحرية المطلقة التي تخول للإنسان القيام بكل ما يريده يعني ما كنش حواجز ما كنش موانع ما كنش عوائق يعني يمكن أن يفعل كل ما يريد في حين أن الثاني اللي هو القانون الطبيعي يقرر أحدهما ويلزمنا به فهو يقوم على الإلزام ما معنى الإلزام؟ أي التخلي عن الحرية المطلقة في التصرف وتقبل كل أمر صادر عن المجلس أو الحاكم أما باروخ سبينوزا فيرى أن الحق الطبيعي لا يمنع الحقد والكراهية والعنف والخدع إذا الحق الطبيعي الخصائص دياله أنه كيولد الحقد والكراهية والخدع والمكر إلى غير ذلك والعنف ولهذا لا بد من الاتفاق على إخضاع كل شيء لمقتضايات العقل فقط لأن الشهوة تسبب أضرارا كثيرا للآخرين فعندما نخضع كل شيء للعقل نعامل الناس بمثل ما يحبون أن يعاملوا به كما تتم المحافظة على حق الآخرين كما لو كانوا يحافظون على حقهم الخاص أما جاكلي الروس فترى أنه لا يتأسس الحق إلا في ظل وجود دولة واقعية بمعنى أنه بش يكون عندي حق شنو خصني؟ تكون عندي دولة واقعية اللي كتسميها جاكلي الروس بدولة الحق وشفنا الموقف ديال جاكلي الروس في المحوار الثالث من مفهوم الدولة وهو الدولة بين الحق والعنف تحفظ حق الأفراد من خلال نصوص قانونية تنظم الحياة الاجتماعية في هذه الدولة تضمن جميع الحريات العامة وتتحقق فيها الكرامة الإنسانية إذن لنمر إلى المحور الثاني وهو المعنون به العدالة كأساس للحق سنحول أن نجيب عن التساؤل التالية ما هي طبيعة العلاقة موجودة بين الحق والعدالة وأيهما يؤسس الآخر؟ هل العدالة تتأسس على الحق؟ أم أن الحق يتأسس على العدالة؟ ومن أين يستمد الحق مشروعيته؟ هل من قوة القانون والمؤسسات أم من قوة الأفراد والخطابات المهيمين؟ سنجيب عن هذه التساؤلات من خلال تصورة تالية نبدأ أولا مع أريستو يعتبر أريستو أن السلوك العادل هو السلوك الموافق للقوانين يعني أي السلوك يمارس ولا يخالف القوانين فهو السلوك عادل أما السلوك الظالم فهو كل سلوك مخالف للقوانين حركت الضو الحمر أنت ظالم لأن سلوكك مخالف للقوانين احترمت الضو الحمر أنت عادل لأن السلوك ذلك يحترم القوانين فالعادل يهدف إلى تحقيق وضمان المصلحة العامة أو مصلحة أولية أمور أما الظالم فيتعدى حدود القانون ويطالب بأكثر من حقه ولو على حسابه الآخرين أما الشيشرون فينتقد تصور الأريستي لأن أريستو يعتبر أن إطاعة القانون تحقق العادلة لكن الشيشرون ماذا يقول؟ أن العادلة لا ترتبط باحترام القوانين وإطاعتها لأن القوانين لا تحقق العادلة إذا ما كانت مشرعة من طرف الطغة يعني هذه القوانين إذا كانوا داروها الطغة الدكتاتورية بالطبيعة الحال ما ستحقق العادلة ونحترم القوانين ولهذا لا يمكن تأسيس الحق على القوانين بل يجب تأسيس الحق على الطبيعة الخيرة للإنسان التي تتمثل في حب الخير في حب الناس لكي لا تتلاشى الفضائن أما باروخ سبينوزا فيعتبر أن العادلة هي تجزيد للحق وتحقيق الله فلا يمكن أن يوجد حق خارج إطار العادلة مش من عادلة هنا عادلة القوانين المشرعة من طرف الدولة بمعنى أن القوانين التي يجب أن تشرعها الدولة يجب أن تكون أولا قوانين عادلة تطبق على جميع الأفراد بدون استثناء مش تطبق على الأغنية وتخلي الفقراء أو لا تطبق على الفقراء وتخلي الأغنية أو لا تدير قوانين خاصة بالفقراء أو قوانين خاصة بالأغنية فالعدل يتمثل في إعطاء كل ذي حق حقه طبقا للقواني الجاري بها العمل داخل الدولة أما الضلب فهو سلب حقوق الأفراد ومخالفة القواني إذن هكذا نكون قد أنهينا المحوار الثاني لننتقل إلى المحوار الثالث وهو العدالة بين الإنصاف والمساواة كيف يمكن تحقيق العدالة هل من خلال المساواة أم الإنصاف وهل المطالبة بالمساواة المطلقة هي عدالة جائرة وما دور الإنصاف في تحقيق العدالة وتصحيح القانون سنجيب عن هذه التساؤلات من خلال التصور التالي أولا موقف ماكس شيلر ماكس شيلر يقول أن العدالة لا تتمثل في المطالبة بالمساواة المطلقة بين جميع الأفراد كما كطالب دابا الحركة النسوية تقول لك أننا نريد المطالبة بالمساواة في كل شيء مع الرجل هذه الفكرة حسب ماكس شيلر القول بها إنما هو نابع من الحقد والكراهية في خفض أولئك الذين يوجدون في أعلى درجة السلم فالعدالة الحقيقية هي التي تراعي اختلاف الناس وتمايز طبائعهم ومؤهلاتهم الداتية بمعنى أنه يخصنا الراعي والاختلافات ما بين الأشخاص سواء كان ذكر ذكر سواء كانت أنت أنت ذكر أنت المهم يجب علينا أن نراعي هذه المؤهلات ومراعة هذه المؤهلات التي تحقق لي العدالة أما شوالراولز فيقول بأن العدالة تتأسس على مبدأين؟ المبدأ الأول يتمثل في المساواة في الحقوق والواجبات يعني يخصنا نكون متساوين جميعا في الحقوق والواجبات أما المبدأ الثاني فيتمثل في اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية حيث يكون الأفراد لا متساوين بل ومتميزين عن بعضهم البعض باعتبار هذا التمايز إنصافا للفئة الأكثر تضرورا في المجتمع مثلا نحن متساوين في الحقوق والواجبات ولكن فشعا نجي ومثلا الأكثر فقرا راه الفقراء هم الذين يجبوا أن يستفيدوا للأغنية هنا كنضيروا المبدأ ديال لمساواة الاجتماعية والاقتصادية أما الآن فيعتبر أن العدالة هي خضوع جميع أفراد المجتمع إلى القوانين هذه هي العدالة أن نخضع جميعا كلنا يجب أن نخضع إلى القوانين بشكل متساوين وإذا عقلتم معايا الموقف ديال باروخ سبينوز هنا في المحور الثاني العدالة كأساس الحق يقول العدالة هي تجزيد للحق وتحقيق له ولا يمكن أن نحقق العدالة خارج القوانين إذن هذه القوانين هذه يجب أن يخضع علىها الجميع بدون تمييز أو تفضيل فالجميع يجب أن يكون متساوين أمام القانون وبهذا المعنى فالعدالة لا يمكن أن تتحقق بالمساواة ما لم تهدي في القوانين إلى إرصاء المساواة المطلقة بين جميع الناس دون تمييز في الجنس أو العرق إذن إلى هنا أعزائي المشاهدين أكون قد أنهيت معكم المحور الثالث وأنهينا معه مفهوم الحق والعدالة لنلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله مع مفهوم جديد وهو مفهوم العنف باعتباره هو المفهوم الثالث من مفاهيم مزدؤة السياسة إلى ذلكم الحين ما بقي لي إلا أن أقول لكم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته